اشتركوا في القناة وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي من جانبه احترام فرنسا وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف الأخذ في الانتشار لسيما في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال إلى جانب نهجها في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر مشيدا في هذا الصدد بجهود مصر تحت قيادة السيد الرئيس لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كافة الديانات من جانبه أكد السيد الرئيس الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان ومد جسور التفاهم والإخاء وعدم المساس بالرموز الدينية معربا سيادته عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف ومشيرا إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب بالإضافة إلى تفاهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ وأن مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التبحث حول آخر تطورات القضية الليبية حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا لسيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استنادا إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة من جانبه أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري الهام لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للسيد الرئيس في هذا الإطار حيث ساهمت الخطوط المعلنة من جانب سيادته في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط مؤكدا حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنصيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها شرق المتوسط وسوريا حيث تم التوافق في هذا الصدد حول تكتيف التنصيق والتشاور بين الجانبين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وقد أكد السيد الرئيس على أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء وبداية العام الدراسي الحالي وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة وملابس وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن مساعدة ودعم عدد ألفين من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجا لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهم من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها تنظيم قوافلة طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض بالإضافة إلى توزيع ألف كرسي متحرك للمعاقين وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها 3000 طالب تنشيط صناعة النول المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد 3000 أسرة وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار بالانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنية ترجمة نانسي قنقر